ممدوحة رسلانة رئيس مجلس إدارة الشركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي صرح أنه في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول اسمه قرائتي ده لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب وهذا التطبيل هي بيتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات وده لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية دعت الشركة القبضة جميع المواطنين لاستخدام تطبيق قرائتي لتسجيل قراءة عداد المياه الخاص بيهم لحصولهم على فطورة تعبر عن استهلاكهم الفعلي طبعاً دي خطوة مهمة جداً في الوقت الصعب اللي احنا فيه ولمعرفة التفاصيل أكتر عن التطبيق وأهميته وكيفية استخدامه معنا هاتفياً الأستاذ إبراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهلاً بيك يا فانديم أهلاً بيك يا فانديم أهلاً وسهلاً لو حك بس تحطنا في تفاصيل أكتر عن هذا التطبيق لأن الناس كتير طبعاً دلوقتي ما عندهاش غلفية عنه ومعظمنا دلوقتي خايف يدخل عنده حد أو حتى يروح يقابل حد برة فالتطبيق ده ممكن يكون وسيلة أمينة طبعاً في ظل جائحة كورونا إزاي ممكن نكون بنستخدمه ويدينا القراءات الصحيحة ويكون عندنا كده متابعة بشكل مستمر بدون أي خسائر إن شاء الله ونحمي نفسنا ونحمي كمان موظفين حضرككم إن شاء الله يا فانديم هو زي ما ساعتك بتقول كده إحنا أتحنا من إنبارح على جوجل بليستور التطبيق كراءتي والتطبيق ده بسيط جداً وسهل هو بينزل على الموبايل بيبدأ المواطن بيعمل تسجيل جديد هو بيدخل إلى أي تسجيل جديد يبدأ يحط البيانات بتاعته البيانات اللي على الفاتورة اسمه رقم الاشتراك بتاعه يعني يجيب فاتورة سابقة كده وياخد منها البيانات بالضبط يجيب فاتورة قدامه هو بيسجل لإن إحنا طبعاً لإن الكلام ده لازم بيرجع علينا على الفاتورة لإنه بحط الإراءة اللي هيبدأ يحط إليها على الفاتورة بيبدأ يسجل يحط اسمه رقم الاشتراك رقم الدفع الإلكتروني لو موجود على الفاتورة يحط رقم موبايله وباسورد بعد كده هو بيدخل برقم موبايل والباسورد اللي بيبقى حددهم بيدخل جوه على الابليكيشن بيلاقي تسجيل كراءة بيدخل هيلاقي الكراءة الحالية يكتبها ويكون مصور العداد بياخد صورة للعداد برضه ويعمل تسجيل بناء على كده بتبدأ الصورة والكراءة اللي يدخلها للمواطن بتجنة واحنا نحطها للمواطن في الفاتورة الشهر القادم إن شاء الله دي شبه اللي حصلة في الكهرباء بشكل كبير برضه هي التكنولوجيا واحدة تقريبا يعني إحنا الهدف زيما مساعدتك أشارت في المقدمة بتاعت حضرتك إن ممضوع بيك رسلان رئيس الشركة كان بيحسنا إن إحنا نبدأ نتطبق التكنولوجيا الجديدة في التعامل مع المواطن وإن إحنا نفتح قنوات جديدة للمواطن يقدر من خلالها يسجل كراءته أنا كده الكراءة بتاعي مش هيروح له يبقى فيه تباعد في ظل الظروف الرهنة التطبيق بدأ تشغيله بالفعل يا سوز براهي بدأ تشغيله من البارح وبيستمر المواطن بيدخل القراءة من يوم واحد في الشهر اليوم 15 في كل شهر دي المدة بتاعته لإن بعد كده بأخذ أنا دورة الإصدار بتاع الفاتورة فلازم بيبقى فيه دور القراءة الأول بعد كده دورة إصدار الفاتورة فهو المواطن من يوم واحد اليوم 15 بيبدأ يدخل القراءة يصور القراءة بتاعت العداد وده يتخليه له يبقى متطمن للفاتورة الي هتبقى في ايده بعد كده عشان برده محدش برده يشتكي من الفواتير الي بيكون مش مزبوطة فدلوقتي عنده بقى الصورة من يوم واحد اليوم 15 بيبدأ يسجل البيانات يبقى عن طريق التطبيق وإن شاء الله يا ربي كده تكون خطوة موفقة وطبعا تسهل على المواطن وتسهل على حضراتكم تقديم الخدمة اشتركوا في القناة شكرا